بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبات الصف الاول الاعدادي وحلقة جديدة من مدرسة اونلاين ومدت الالو النهاردة ان شاء الله سنة اولى مكملين مع بعض الدرس الاول للي احنا كنا ابتدناها المرة اللي فاتت وطبعا بشكر الناس اللي اهتمت قوي بالسؤال لما قلت بنوزع عنصر الالومنيوم ونشوفه هيتحول لأيون مجب او هيتحول لأيون سالب وحنشوف الدنيا فيها ايه طيب والناس اللي كانت عمالت يا ميس عايزين اسامينها تتقال حقولها بسرعة جدا علشان بس وقتنا ونلحق ان احنا ايه نقول كمية كبيرة النهاردة في الدرس طيب معنا عمر محمد السيد من اسكندرية الاء جمال شيخون سهاج محمد رجب محمد القاهرة نوران مجدي سهاج مريم منتصر من اسيوت امنية منسي نوران محمد عبدالقادر الشرقية فريد فرج الاليوبية اسراء صبحي انا مريم اسامة سهاج ندى محمود سالم سهاج ندى ملك هاني احمد الشرقية ريم محمد اسيوت اروى ابراهيم الشرقية ردوة زين حسن المينيا هنا احمد محمد الجيزة ياسمين محمد بخيط عبدالرحمن علاء حسن اسيوت بسمة محمد علي قنة طيب دون الناس اللي اهتموا وعملوا الواجب معي النهاردة برضو فيه سلايد في اخر الحلقة هادي فيها اسئلة الناس اللي طلبت الواجب يعني عايزين يحلوا ان شاء الله يلاقوا طلبهم النهاردة بامر الله طيب نكمل بقى علشان المعلوماتنا في الدرس ده كتيرة واحنا للأسف وقتنا صغية طيب المرة اللي فاتت اخدنا عرفت عندي ان ان احنا عندنا العناصر بتتقسم لتلات انواع فلزات ولا فلزات وغازات خاملة شفنا سلوك زرة الفلزات اثناء التفاعل الكيميائي انها بتميل الى فقد الكترونات من مستوى الطاقة الخارجي وبذلك بيصبح عدد البروتونات داخل النواة اكبر من عدد الالكترونات في مستويات الطاقة الخارجية وبتتحول الزرة الى ايون موجة تمام وشفنا امثلة لكده النهاردة بقى احنا اخد سلوك اللافلزات اللافلزات عندما تشارك فيه تفاعلات كيميائي لو انا عندي زرة لافلز وشاركت في تفاعل كيميائي ايه اللي بيحصل بتتصرف ازاي سنة اولى الفلزات لو شفنا كده الصفات بتاعتها نشوف صفاتها من الاول بان خواص اللافلزات هي ايبقى توجد في صورة صلبة وغازية باستثناء عنصر البروم في الحالة السائلة يعني من هنا اعرف ان اللافلزات بتوجد على ثلاث حالات للمادة صلبة زي الكابريت والكربون غازية زي الاكسوجين ونيتروجين سائلة زي عنصر البروم طيب ليس لها بريق معدني رديقة التوصيل للحرارة رديقة التوصيل للكهرباء معدل الكربون اللي له اسم تاني الجرافيت طيب غير قابل للسحب والطرق والتشكيل الجديد بقى عندي السنة دي انها بتتميز باحتواء مستوى الطاقة الخارجي لزراتها على خمسة او ستة او سبعة الكترون طيب ايه كمان بقى قلنا هنا ان انا عندي نشوف الاول الفلزات لو انا جيت وزعت عملت توزيع الكتروني لها سلاقي ان دايما المستوى الطاقة الاخير او الخارجي اللي هنصر اللافي للزات بيحتوي على عدد اكبر من اربع يبقى اللافي للزات بتحتوي على اكبر من اربع الكترونات يعني خمسة او ستة او سبعة اللافي للزات كانت بتحتوي على واحد واحد depends لا الفلزات كانت واحد واثنين وثلاثة اللافلزات خمسة او ستة او سبع ما توصلش لتمانية تمام يبقى انا عندي اللافلزات دائما بتحتوي على عدد اكبر من اربعة واقل من تمانية يعني ايه يعني خمسة او ستة او سبع طيب دي لو دخلت في تفاعل كيميائي لو زره من زرات عنصر لافلزي اشتركت في تفاعل كيميائي سلوكها هيكون ازاي طيب نشوف كده عندي زره زي زره مثلا كله الاكسوجين خلينا كده الاكسوجين اللي هو الاو طيب الاكسوجين ده عدده الزر كام تمام تمام نشوف بقى توزيع الالكتروني لها ادي النواة عندي ودايما برسم النواة علشان لازم اكتب جواها البروتونات يبقى عندي ها ات هنا الكي بتحتوي على اتنين ال ال بتحتوي على كام على ستة يبقى هنا مستوى الطاقة الاخير لها ستة الكترونات تمام اللي تحتوي اي زره تحتوي مستوى الطاقة الاخير لها على عدد اكبر من اربع الكترونات بقول عنها عنصر لافلز كان عندي الاكسوجين طيب عندي السي ال اللي هو الكلور كان كام كان سيفنتين طب اعمله التوزيع الالكتروني ادي في مجب سيفنتين فيه الكي هنا ها تو ال ال ات والم كام سيفن بقى هنا برضو سيفن يبقى هنا برضو اكبر من كام من اربع الكترونات نيجي لعنصر زي النيتروجين النيتروجين عدده الزري سبع هيتوزع ازاي ادي بوز سيفن هنا الكي بتحتوي على تو ال ال بتحتوي على فايف خلاص يبقى دايما هنا اللافل الزات بتحتوي على عدد اكبر من اربع الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي يا اما خمسة ستة سبع توصل لتمانية لا ما توصلش لتمانية لو وصلت لتمانية دي بقى عندي غاز خامل وما ينفعش ان احنا تدخل في تفاعل كيميائي زي ما هنشوف دلوقتي يبقى انا عندي هنا اللافل الزات دائما بتحتوي المستوى الطاقة الخارجي لها لعدد اكبر من اربع الكترونات طيب لو دي دخلت في تفاعل كيميائي هيبقى سلوكها ازاي حتى مين اللي فقد هي عايزة اتفقنا كمان ان اي زرة بتشارك في تفاعل كيميائي بتبقى ايه بتود الوصول لحالة السبات والاستقرار الكيميائي ايه حالة السبات انها تكمل المستوى الطاقة الخارجي يمتلق تماما بتامن الكترونات طب في الحالة دي هي اكتر من اربع يبقى هتعمل ايه هتفقد اللي عندها يعني لو فيها ستة زي الاكسوجين هتفقد الستة لا طب هتعمل ايه هتكتسب الالكترونات يبقى لا في لزات بيتاميل الى اكتساب الالكترونات هتكتسب منين من الزرات الاخرى اللي بتشارك معها في التفاعل الكيميائي لان حد بيقول لي طب هي بتفقد بيروح فين واللي بتكتسب دي بتكتسب منين بتفقد يعني حنشوف دلوقتي حالا في تكوين الروابط الكيميائية ان عندي زرتين بيشاركوا في التفاعل كيميائي واحدة بتفقد والتانية بتكتسب يعني الزرة بتفقد إلكترونات الزرة اللي معها في التفاعل هي اللي بتكتسب الإلكترونات دي تمام؟ يبقى هنا دايماً زرات اللافة للذات بتميل إلى اكتساب إلكترون أو أكثر في مستوى الطاقة الأخير طب بتكتسب إلكترونات يعني بتزود عدد الإلكترونات يعني بتزود الشحنة السالبة يعني بتتحول لأيون سالب طيب نشوفها بقى فعلاً كده لو قال لي وضح أو نبقى نفهمها إزاي لو أنا عندي مثلاً عنصر زي عنصر الأكسوجين قلنا عنصر الأكسوجين العدد الزر اللي له 6 هنوزعها تاني آدي النواة فيها لا هنا 8 العدد الزر اللي له 8 يبقى هنا كده positive 8 الكي فيها كام 2 الال فيها 6 طيب هنا أكتر من 4 وده قلنا ده لافلز اللافلزات دايماً بتعمل إيه؟ بتكتسب بيتاميل إلي اكتساب تكتسب 2 إلكترون ليه 2؟ لأنها عايزة توصل بدل 8 طب أنا معي منهم 6 من التمانية دول معي منهم 6 يبقى عايزة هكتسب كام 2 إلكترون تمام؟ طيب حما تكتسب بقى 2 إلكترون هيبقى شكلها إيه؟ هتبقى كده أدي plus 8 زي ما هي محنا الكي فيها 2 الال فيها هتوصل لـ 8 طيب ده تكوين ذرة الأكسوجين لا دي بسميها ذرة أكسوجين طب الجديدة دي بسميها إيه؟ بسميها آيون أكسوجين بسميها آيون أكسوجين يبقى دي ذرة ليه؟ لأن عدد الشحنات الموجبع بيسوي عدد الشحنات السالبة متعدلة لكن هنا إيه اللي حصل؟ لا ده أنت عندك البوزيتف كام؟ إيه؟ لكن الإلكترونز هنا كام؟ ها؟ هيبقى مينوس 2 بقى 10 يبقى معنى كده أن عدد السالب أكبر من عدد الموجب يبقى تحولت لأيون أكسوجين بما إن السالب هو اللي أكتر يبقى أيون أكسوجين سالب خلاص؟ يبقى اللافل الزيت تاني بقى اللافل الزيت عندما تشارك في تفاعل كيميائي بيحتوي المستوى الطاقة الخارجي لعدد أكبر من أربع إلكترونات بتأميل إلى اكتساب إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي في هذه الحالة بتكون عدد الإلكترونات السالبة أكبر من عدد البروتونات الموجب فتتحول من زرة متعدلة كهربيا إلى أيون سالب أنا بتكلم هنا عن اللافل الزيت عمتك طيب أكتبها إزاي؟ طبعا هنا كنا بنكتب O الرمز بتاعها كان O هنا؟ لأ هيبقى O وعليها علامة سالب وخلي بالك هو هنا اكتسب اتنين إلكترون يبقى أكتب عدد الإلكترونات اللي اكتسبها يبقى O-2 خلاص؟ يبقى دا كده طب لو اكتسب إلكترون واحد بحط علامة واحدة طب اكتسب ثلاث إلكترونات يبقى بحطه مينس واكتب هنا إيه؟ خلاص؟ دا كده سلوك اللافل الزيت أثناء التفاعل الكيميائي يبقى نقارن بقى ما بين الفل الزيت واللافل الزيت الفل الزيت بيحتوي مستوى الطاقة الخارجي لها على عدد أكبر من أربع إلكترونات دا اللافل الزيت بتحتوي على عدد أكبر من أربعة بتميل إلى اكتسب إلكترونات فبتزيد عدد الشحنات السالبة عن عدد الشحنات الموجبة وبتتحول لأيون سالبة طب الفل الزيت لا الفل الزيت بتحتوي على عدد أقل من أربعة واحد أو اثنين أو ثلاثة فبتميل إلى فقدهم بتفقد إلكترون أو أكتر من مستوى الطاقة الخارجي في الحالة دي بتزيد عدد البروتونات الموجبة عن عدد الإلكترونات السالبة وبتتحول من زرة متعدلة كهربيا إلى أيون موجبة تمام طيب ده كان نوعين من أنواع العناصر الفلزات واللافلزات طيب النوع الثالث كانت الغازات الخاملة الغازات الخاملة هنا بلا أن مستوى الطاقة الخارجي لها مكتمل تماما بتمن الكترونات مكتمل تماما بتمنية يعني معنى كده إيه أنه لا حيفقد ولا حيكتسب يعني لا مش هيشارك في تفاعلات كيميائية من أساسه يبقى الغازات الخاملة لا تشترك في التفاعلات الكيميائية لأن مستوى الطاقة الخارجي لها ممتلئ تماما بتمن الكترونات هو ثابت مستقر خلاص مش عايز يفقد ولا عايز حاجة من حد ولا حيدي حاجة لحد لا يفقد ولا يكتسب طب هيكون أيون منين هو مش هيشارك أساس لا حيفقد عشان يبقى أيون مجب ولا حيكتسب عشان يبقى أيون سالب يبقى الغازات الخاملة لا تكون أيونات خلاص ده كده كان أنواع العناصر الثلاث درسنا النهاردة بقى اسمه أو إن احنا بنبتدنا فيه من المرة الفاتت الترابط الكيميائي يعني ايه ترابط كيميائي يعني زرات من زي ما احنا شفناها كده بتشترك في تفعولات كيميائية بتكون ما بينها ربطة كيميائية لتكوين جزيئات يبقى الزرات بتترابط مع بعضها لتكوين جزيئات طيب تترابط مع بعضها ازاي عندي أنواع من الروابط الكيميائية فيه روابط كيميائية بتربط الزرات دي مع بعض عشان تكون جزيئات هندرس منها السنة دي الرابطة الايونية والرابطة التساهمية ايه دي بقى بالراحة كده نمشي واحدة واحدة مع بعض نشوف الرابط الكيميائي طيب الرابط الكيميائي بقى اولادي ترتبط الزرات مع بعضها عن طريق الرابط الكيميائية لتكوين الجزيئات وسوف ندرس منها رابطة ايونية ورابطة تساهمية الرابط الايونية بقى يعني ايه رابطة ايونية من اسمها كده جاية من ايون تمام يبقى الرابط الايونية بتنشأ ما بين ايونات طب الايونات دي بتيجي منين من سالب ايون سالب وايون موجب الايون السالب بيجي من اللافلز والايون الموجب بيجي من الفلز يبقى بمنتهى البساطة ان الرابط الايونية حتتم ما بين زرات فلزات ولا فلزات طب ينفع الاتنين فلزات ما ينفعش لان الاتنين بيفقدوا لما الاتنين بيفقدوا هيجيبوا منين علشان يكملوا الاوتر بتاعهم هيكملوا المستوى الخارجي لهم تمانية. مفيش ماينفعش فلز مع فلز طيب الرابطة الايونية تنفع مع اتنين لافل الزات. لا ما تنفعش مع اتنين لافل الزات. ليه? لان الاتنين لافل الزات دول عايزين يكتسبوا طب ده عايز يكتسب وده عايز يكتسب. هيجيب منين? مين اللي هيديهم? مفيش يبقى لا الافل الزات بتترابط بس بالرابط التساهمية اللي هنشوفها حالا مع بعض. نركز الاول على الايونية لان فيها شغل شوية يعني. طيب نشوف بقى الرابطة الايونية. ها الرابطة الايونية تنشأ الرابطة الايونية نتيجة اتحاد ايون موجب لزرة عنصر فلزي مع ايون سالب لزرة عنصر لافلزي لتكوين جزء مركب ايوني. زي مين? زي الرابطة اللي بتنشأ من نتيجة تجاذب الكهرابي ما بين ايون موجب وايون سالب. مثل الارتباط الايوني ما بين زرة السوديوم وزرة الكولور لتكوين جزء كولوريد السوديوم طبعا ده المعلومة اللي عند حضرتك في الكتاب احنا لو شرحناها هتتبسط عن كده كتير زي ما احنا شايفين كده انا عندي زرة السوديوم وعندي زرة الكولور شايفين السهم اللي هو من هنا ده السهم المنحني مش السهم ده السهم اللي بين الزرتين اللي انا بشاور عليه بالماوس ده ده هنا معناه انه عندي هنا الكترون من زرة السوديوم هيروح فين هيروح لزرة الكولور تمام طيب نشوفها بالرسمة اوضح من كده ونوضح الدنيا اكتر من كده شوية لو انا شفت بقى اولاد عندي هنا هعمل تفاعل كيميائي ما بين زرة الكولور وزرة الصوديوم هعمل تفاعل كيميائي ما بين زرة الكولور وزرة الصوديوم هقول هنا كده ان الصوديوم ها ان ايه عددها الزر كام 11 وعندي الكولور عددها الزر كام 17 هنضع الاتنين دول في تفاعل كيميائي هيحصل ما بين السوديوم وما بين الكولور ايه اللي هيحصل قلنا هنا لما زرت السوديوم دي فلز توزيعها الالكتروني بيكون ايه هنا كده ادي الكي فيها اتنين الال فيها ايت والام فيها كام وان اثناء التفاعل الكيميائي هيحصل ايه هتفقد الكترون طيب لما تفقد الكترون هيبقى شكلها ايه ادي هنا كده هنا الكي فيها اتنين الال فيها تماني طيب والاخير لا خلاص فقدته يبقى هنا اتحولت لان ايه يبقى اسمها كده ايون موجب بقى اسمها ايون موجب طيب نيجي للسي ال للكلور هيحصل في ايه نفس الكلام ايه دي كده اذا هو داخله سي ال زرة متعدلة كهربيا الكي فيها اتنين الال فيها ايت والام فيها كام فيها سيفن السيفن دي محتاجة واحد علشان توصل لات لحالة السبات الكيميائي هتجيبه منين ده الواحد اللي اتفقد ده هيروح هل خلاص فهمنا بقى دي لما بتفقد بيروح فين ودي بتكتسب منين يبقى هنا عندي الظرة اللي بتفقد الكترون الظرة التانية اللي في لز اللي معاها بتاخدها يبقى هنا دي فقدت عشان وصلت لتمانية هي وصلت لحالة السبات وهنا دي محتاجة واحد هتاخد منها الكترون واحد طيب يبقى هنا كده دي هتكتسب الكترون تمام هتبقى كده ادي بوزة سيفنتين ها الكي فيها تو الال فيها ات خلاص الام هنا بعد ما زودنا واحد على السبعة بقت ايه تماني اصبحت هنا سي ال سالب بقت دي موجب ودي سالب تمام الا punya هيحصل هيحصل تجازب كهربي يبقى عندي هنا موجب وسالب فيه اختلاف في الشحنات ايون موجب وايون سالب هيحصل ايه هيحصل تجازب كهربي وهيكون عندي رابطة نتيجة التجازب الكهربي ده اللي هي هتكوني ان ايه سي الجزый كالوريد الصوديون جزء كالوريد الصوديون اللي هو ملح الطعم تمام يبقى كل الشرح ده اسمه الرابطة الايونية رابطة الايونية ليه لانها بتتم ما بين ايونات ايون موجب وايون سالب الايون الموجب بيجي من زرة فلز والايون السالب بيجين من زرة لافلز نتيجة اختلاف الشحنات من موجب وسالب بيحصل تجازب كهربي التجازب الكهربي ده بسميه بالرابطة الايونية تمام يبقى الرابطة الايونية هي بتحصل ما بين مين ما بين آيون موجب وآيون سالب زي ما شفنا يعني بتتم ما بين زرات في الزات وزرات في الزات وزرات لا في الزات تمام؟ هذه يا ولاد الرابطة الآيونية طبعا احنا عندنا منها المثال اللي انا شرحته اللي هو تكوين رابطة ما بين جزء الكولور وجزء السوديوم عند حضرتك مثال تاني انت بقى تعملهولي اللي هو تكوين رابطة جزء أكسيد الماغنيسيوم ما بين الام جي والأو اللي هو الماغنيسيوم والأكسوجين تمام؟ الماغنيسيوم طبعا هيبقى في لز والأكسوجين لا في لز وحضرتك هتوزع وتعملها لي كده تمام؟ انا هوريها لك بسرعة اللي حيتمي فيها بس عايزك انت اللي تعملها بايدك علشان تبقى فاهمة الدنيا ماشية زي الزرة الاولانية اللي عندي دي زرة الماغنيسيوم بيحتوي المساوة الطاقة الخارجي لها على اتنين الكترون فبيتامين اللي فقدوهم فهتتحول لأيون موجب الأكسوجين هيكتسبهم فهيتحول لأيون سالب هيبقى عندي ام جي بلاس تو وعندي او نيجاتف تو فحيحصل بينهم تجاذب كهرابي وحيكون عندي ايه جزيء اكسيد الماغنيسيوم تمام؟ طيب عندي بقى الرابطة التساهمية نشرح الرابطة التساهمية الرابطة التساهمية دايما نسانة أولى بتتم ما بين زرات اللافة للزيت دايماً بالتم ما بين زرات اللافة للزيت تمام؟ طيب نشرحها مع بعض هنا بالرسمة برضو أسهل من الكلام انت عندك الكلام قرأ من الكتاب علشان وقتنا الرابطة التساهمية دايماً بتحدث ما بين زرات اللافة للزيت ليه؟ لأن اللافة للزيت دايماً معظم المركبات عندي بلقيها اللافة للزيت زي جزيء المياة مثلا جزيئات الغازات اللي هي الأكسوجين الأوتو النيتروجين أوتو طيب أوتو دي معناها إيه؟ معناها أنه ذرة أكسوجين تفاعلت مع ذرة أكسوجين طب ما دي لا في لز ودي لا في لز طب هيعملوا إيه؟ دي بتكتسب ودي بتكتسب يعني هيحصل الترابط إزاي؟ الترابط هنا بيتم بي المساهمة يعني إيه مساهمة؟ يعني مشاركة كل ذرة بتشارك بعدد معين من الإلكترونات بس عدد مساوي يعني إيه؟ يعايزين نفهمها دي بصوا معي أنا عندي الوقتي عايزة أكون جزيء للأكسوجين عايزة أكون جزيء الأكسوجين أكسوجين يعني إيه؟ يعني O2 أهو O2 O2 دي معناها إن أنا عندي هنا O اتشاركت مع O أو اتحدت مع O طيب الأو دي 8 اللي هي فيها 2 وفيها 6 والأو تانية فيها 2 وفيها 6 يعني دي عايزة تكتسب ودي عايزة تكتسب طيب نوضحها أكتر أدي القول أولانية فيها 2 إلكترون في الأو تر وفي الأو تر الأو تر فيه كام فيه 6 خلاص هنا كده فيه 6 تمام؟ والقود تانية برضو هيبقى فيها كام فيها 6 هيعملوا إيه؟ دي عايزة 2 ودي عايزة 2 قال لي كل زرة من الزرات دي هتشارك ب2 إلكترون هتشارك بإيه؟ ب2 إلكترون طيب نرسمها أوضح من كده أنا عارفة ترابطة التصاهمية هتلغبط ناس كتير بس هي مش بصوا أنا عندي الأكسوجينة الأولانية أهي بلس 8 فيها إيه؟ فيها 2 وفيها 6 أهي نرسمها بقى كده أدي القو فيها هنا 2 وفيه هنا كام 6 أدي الستة الأولانين طيب الأكسوجينة التانية هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها نفس الكلام أدي القو بتاعتي فيها هنا 2 وفيه هنا إيه؟ 6 أدي 1 2 3 4 5 6 لما الاتنين دول هيتفعلوا مع بعض أو هيتشتركوا مع بعض كل أكسوجينة من دي هتشارك باتنين إلكترون الأكسوجينة دي الاتنين دول هيتربطوا مع الاتنين دول هيقربوا من بعض لدرجة إن الاتنين دول هيندمجوا مع بعض يبقى هنا الأوتر هنا فيه 8 والمستوى الطاقة الخارجي فيه 8 ومستوى الطاقة الخارجي هنا فيه 8 يبقى هنا عملوا رابطة اسمها الرابطة التساهمية رابطة اسمها الرابطة التساهمية طيب الرابطة التساهمية دي نوعين 3 أنواع عندي رابطة تساهمية أحدية رابطة تساهمية سنائية ورابطة تساهمية سلاسية إمتى بتسمى أحدية؟ أحدية عندما تشارك كل زرة بإلكترون واحد سنائية عندما تشارك كل زرة باتنين إلكترون سلاسية عندما تشارك كل زرة بإيه؟ بتلاتة إلكترون طيب نشوف الرابطة التساهمية تاني مع بعض ونشوف الدنيا يبقى تعريف الرابطة التساهمية هي رابطة كيميائية تنشأ غالبا بين زرتين لعنصر فلزي واحد أو عنصرين بين مشاركة كل زرة بعدد من الإلكترونات ليكتمل مستوى الطاقة الخارجي له عنواع الرابطة التساهمية رابطة كيميائية تنشأ غالبا بين زرتين لعنصر لافلزي واحد أو عنصرين بين مشاركة كل زرة بإلكترون واحد مثل الرابطة بين زرتين الهايدروجين لتكوين جزء هيدروجين ويرمز لها برمز شرطة واحدة كده الرابطة السنائية طبعا بتنشأ غالبا بين زرتين لعنصر لافلزي واحد أو عنصرين بالاشتراك مع فيزوجين من الالكترونات مثل الرابطة بين زرتين اكسوجين لتكوين جزء الاكسوجين بيرمز لها بشرطتين اما السلاسية فدي بتنشأ عندما تتكون او تشارك كل زرة بثلاث زرات بثلاث ايه الكترونات طيب الرابط يا سنة ستة يا سنة اقول عددي مع الاشتصري يا سنة اقول عددي الرابط التساهمية حقولها تاني وبالراحة مع بعض الرابطة التساهمية بتنشأ مبين زرات لا في الازات بتنشأ ازاي بتشارك كل زرة بعدد معين من الالكترونات العدد ده كام هم اقل من اربعة يهي ما هتشارك بكل زرة بالكترون واحد دي بسميها رابطة تساهمية اوحدين بتشارك كل زرة بالكترونين فبتسمى رابطة تساهمية سنائين بتشارك كل زرة بتلاتة بتسمى رابطة تساهمية سلاسية طيب دلوقتي انا عايز اشوف الاحدية دي بتشارك ازاي اللي ازاي اللي بتشارك في تكوين جزء الهايدروجين هو الهايدروجين عنده كم الكترون عنده الكترون واحد في مستوى الطاقة كي طيب ادي الهايدروجين اللي عندي اسمه H2 H2 يعني زرتين هيدروجين طيب زرتين هيدروجين ادي الزرة الاولانية فيها الكترون واحد خلاص والزرة التانية برضو فيها الكترون واحد خلاص ادي الكترون واحد الاتنين هنا ال H الاولانية وال H التانية عند التفاعل مع بعضهم بيديني ايه او بيحصل ايه ان الزرتين دول بيبتدوا يقربوا من بعض جدا هنا كده ادي الاولانية H1 و ادي التانية H1 هنا الزرة دي بتشارك بالالكترون بتاعها والزرة دي بتشارك بالالكترون بتاعها هنا نشوف الزرة الاولانية اصبح عندها اتنين الالكترون في مستوى الطاقة الاخير وهو ده اللي ان هي عندها شغل مستوى الطاقة واحد بس بيمتلق باتنين الالكترون طيب والزرة التانية برضو مستوى الطاقة الاخير لها اصبح ممتلق باتنين الالكترون في الحالة دي خلاص هنا اصبح فيه رابطة بينهم اسمها رابطة تساهمية جات منين ان كل زر شاركت بالكترون ليكتمل مستوى الطاقة الاخير لكل من الزرتين في الحالة دي كون عندي جزيع الهايدروجين الرابطة دي بتسمى رابطة تساهمية اوحادية برمز لها بالرمز ايه اتش شرطة كده ودي الاتش التالي خلاص يبقى دي اسمها رابطة تساهمية اوحادية طيب لو في حالة لو الزر شاركت باثنين الكترون يبقى اسمها رابطة تساهمية صنائية زي مين زي الاكسوجين طيب نرسم الاكسوجين كده برضو رسمه مبسط ادي الاولانية عندها هرسمت مستوى الطاقة الاخير بس مستوى الطاقة الاخير في ست في ايه في ست اهو هنا كده في ست الالكترونات دي الاولانية طيب والاود تانية نفس الكلام ادي الاود تانية هنا هاي مستوى الطاقة الاخير في كام في 6 إيه اللي هيحصل هيبتزي الزرتين ده الزرة الأولينية هتشارك بالاتنين الكترونين اللي عندها والزرة التانية هتشارك بالاتنين الكترون من عندها يبقى هنا كده هيحصل عندي ترابط ما بين الزرتين في كل واحدة هيعمل ترابط ما بين الكترونين اللي شاركت بهم يبقى دي هنا شاركت باتنين ودي شاركت باتنين يبقى دي اسمها رابطة تساهمية صنائي خلاص طيب هو ينفع هنا الأكسوجين الزرة الأولينية تشارك بإلكترون واحد ودي تشارك بتلاتة ما عندها ستة لا ليه لازم كل زرة بتشارك بنفس العدد من الإلكترونات الزرة الأولينية شاركت بإلكترون واحد يبقى الزرة التانية تشارك بإلكترون واحد دي شاركت باتنين يبقى دي تشارك باتنين خلاص ليه لأن بين كل إلكترون بتتكون ربطة هي دي اللي أنا بسميها الرابطة التساهمية الإلكترون ده هيعمل ربطة مع ده وده هيعمل ربطة مع هذا طيب في حالة النيتروجين لا النيتروجين عندي اهو الان الاولينية هيبقى عندها خمس الكترونات في مستوى الطاقة الاخير طيب والان التانية هيبقى برضو عندها خمس الكترونات في مستوى الطاقة الاخير هيحصل ايه ان الان الاولينية هتشارك بتلت الكترونات والان التانية هتشارك بتلت الكترونات دي خمسة عايزة توصل لتمانية يبقى دي يبقى محتاجين تلاتة كل واحدة محتاجة تلات الالكترنات ودي برده عايزة توصل لتمانية فمحتاجة تلات لان هم خمسة بس هيحصل ايه كل واحدة هتشارك بتلات الالكترنات لان هم لافل الزات. الاتنين بيميلوا الاكتساب. ما فيش اكتساب يبقى حيشاركوا بعد. طيب حيتكون هنا كده ربطة ما بين الاولاني. وربطة ما بين الزوج الثاني. وربطة ما بين الزوج الثالث. أصبح عندي هنا تلت روابط. تلت روابط تساهمية فبسميها رابطة تساهمية سلاسية. يعني ايه بقى رابطة تساهمية سلاسية؟ أي أن كل زرة شاركت بتلات إلكترونات دي شاركت بتلاتة ودي شاركت بتلاتة خلاص كده يبقى عندي أنواع الروابط التساهمية بكل بساطة هي روابط كيميائية بتنشأ ما بين زرات اللافل الزات ليه زرات اللافل الزات لأنها بتميل الاكتساب وما فيش حد يفقد علشان هي تكتسب هم كله اللافل الزات فكله بيكتسب هتعمل ايه هتحل المشكلة دي ازاي إنها هتشارك بعضها تساهم هيساهم كل زرة بنفس العدد من الإلكترونات والله الزرة الأولينية شاركت بإلكترون يبقى الثانية تشارك بإلكترون الزرة التانية شاركت باتنين إلكترون يبقى الزرة التانية الأولينية باتنين إلكترون التانية باتنين إلكترون بتلاتة يبقى بتلاتة نتيجة العدد اللي هو واحد واثنين وثلاتة اتكون عندي أنواع الروابط التساهمية اللي هي رابطة تساهمية وحادية ورابطة تساهمية صناقية ورابطة تساهمية سلاسية. وحدية يعني كل زرة شاركت بواحد. صناقية كل زرة شاركت باتنين. سلاسية كل زرة شاركت بايه؟ بتالتة. ده كده أولاد الرابطة التساهمية. وده كده يبقى الدرس بتاعنا الأول خلص. معايا بقى هنا الواجب. الناس كانت بتسأل على الواجب. اللي عايز بقى يصور الشاشة بتاعتي يصورها. اللي عايز ياخد سكين شوت ياخده زي ما انتوا عايزين. تمام؟ لحد هنا. لوقت أولى إعدادي خلص. لحد ما نشوفكو على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.